يتحكم بالكرة التي تأتي من الخلف أن يلعبها من لمسة وفد للممم هذه الدقيقة مستعش دكتور نعم هذا الحالة التي طلبتها نعم نعم نشوف الكثافة العددية لفريق اليمني نعم هنا الفريق العراقي يحتاج للمسة والثانية لعبوها بطريقة قاموا يلعبوها بطريقة صائحة لكن من البداية أنه يعني نحتاج أنه إذا يرجعها المخرج نعم أنه كان الكرة تنتقل بسرعة يعني هذه واحدة من الهجمات اللي بين دقيقة أكو بطة من دقيقة 15 إلى 16 يعني تحتاج أنه تنزل الكرة وتلعب شوفها أيمن بواحدة دائما لللمم بهذا أنه نزول الكرة الثانية من تقع تحتاج إلى أكثر من اللاعب فإن وجدت اللاعبين لكنه بطة يشوف ثلاثة أربعة لمسات خمسة هذا واحد طبعا أيضا من الهجمات المهمة لكنه ما استغل إنها آخر شي سددها ريوان اختار التزديد اختار التزديد وهذا صحيح لكنه شوف الكثافة العددية أنه الفريق اليمني سبع اللاعبين في منطقة موجودة نعم لكنه بطة شوف البطة يعني عملية التحضير الفريق يرجع كلها للخلف وبعدين نحن نقدر ما نقدر نصر صعب علينا شكنا نحتاج هنا نحتاج سرعة نحتاج سرعة ونحتاج لاعب لاعبين يروحون في الأمام مع أيمن كلهم كانوا يعني بعيدين عن أيمن لكنه البطة خلى الفريق اليمني أنه يحضر نفسه ويستعد الأمام مهاجمينه شوي رجعناها للخلف شوي صورة ووقفناها نعم نشوف الجوانب ماتنا فارغة لا بها ولا لعب لا على اليمين وعلى اليسار ومنطقة الوسط متكدسين بها شوفنا جانب اليسار والجانب اليسار والجانب اليسار هم منضمين إلى وسط الملعب هم دائما يعتمدون على هذه الطريقة نحتاجها نفتح اللعب على الجوانب من أجل أنه هناك كراتنا عكسية على الكرات العرضية نعتمد نحن لا اعتمدنا على الكرات الطويلة التي بالعمق وهناك تكدس كبير في عدد اللاعبين المجدين اليمنين فلهذا ما قدرنا خلينا نتحدث عن هدف المنتخب العراقي اللي سجل مصطفى ناظم يعني لو لا الخطأ اللي ارتكبه حارس المرمى في تقديره للكرة يمكن ضمن هذا الاسلوب ضمن هذا النهج ما كان يمكن المنتخب العراقي أن يصد حارس المرمى كان متقدم أكثر من اللازم بالكرة براس مصطفى كانت راحة أشكل قوس عالي ولهذا ما شادر عليها حارس المرمى لكن الشي الجميل أنه في الكرة من وين جت هللي كنا نأكد عليها الكرات من جانب من جانب شبه حسين علي جادد إلى الجانب اليمين استلم كرة مرتاحة وعمل عكسية على العمق الدفاع السريق اليمني وشوف الزيادة العددية هنا عندنا ثلاث لاعبين هما في منطقة دفاعات الفريق اليمني هابد أنا أتمنى أيضا أن نشاهد هجمات المنتخب اليمني لأنه حقيقة كان هناك أيضا كانت هناك ثخارات في خط دفاع المنتخب العمق الدفاع هذا الفريق اليمني مرتين خطرون العفو أبو سيدوني الهدف اللي صار أنه الكرة القوية من طاه حسين حسين طاه كرة قوية بحيث أنه من نتعامل معه مصطفى راحت بقوة خلف الحارس اللي كان متقدم قليلا على يعني طبعا يجب أنه قلنا قبل المباراة أنه الفريق اليمني خاصة كرات العكسية من الجوانب صعب عليه لأنه يرادلها فترة طويلة حتى يتعودون اللاعبين لكنه مع ذلك أنه كانت هناك فرصتيا للفريق اليمني أتحدث عن أصول المنتخب اليمني ما هي أسبابه؟ يعني هل هو بسبب تلكء لاعبي الوسط في العودة البطء أم أن خط الدفاع يعني يحتاج إلى بعض الانسجام خصوصا وأن التغييرات حصلة في كل مباراة نشوف أنه تلكء لاعبي الوسط اليوم يعني أيضا يمنزج حسين جبار وريوان بعد يعني ما منسجمين سواء أنه إبراهيم بايش يروح للأمام فتأخرهم بالرجوع مع خلل في عملية الضغط على اللاعب المهاجم من علي فايز ومصطفى نظم السماح اللاعبين يستددون اللاعبين اليمن كان هناك فرصتين ممكن أنه يستددون له أكو حالة اللي جلال حسن أخرج الكرة كانت هذه يعني واحدة من الكرات الخطرة لكنه كانت أيضا الفرصتين اللي ما تعامل معها الفريق اليمني على العموم أنه هناك أخطاء لحد الآن في عملية البناء وعملية وإذن أكو سبب رئيسي أنه أغلب اللاعبين هما لاعبين لديهم نزعة هجومية ما لديهم نزعة دفاعية لهذا نقولنا وجود عمجد عطوان أو أمير العماري كان الآن اليوم ضرورة جدا على الأقل يكون حاية صد أمام المدافعين اللاعبين اليمنين يعتمدون على الكرات المرتدة لأنه حدثوا من اللاعبين المهاجمين اثنين محمد الداحي وعمر الداحي هما لاعبين سريعين أيضا ناصر محمد يعتبدون عليهم الكرات السريعة نشوف الكرات كانت أيضا تنتقل يعني هما أعتقد كانوا يفكرون أنه هناك بطوة بحركة علي فايز ومصطفى ناظم لهذا كانوا يلعبون الكرات طويلة خلفهم وأيضا صارتهم أدة فرص يعني بدليل أنه حصلوا على أربع ركنيات أخذ توقع سريع تعتقد النتيجة تبقى على حالها أم ستكون هناك متغيرات شوط الثاني إذا بقينا على نفس النمر يعني يكون في خطر هناك أيمن اللي فك النحس عنه وسجل هدفين هذه تعتم مؤشرات بأنه الفريق عند الإمكانيات نحن نشوف بس هذه اللقطة نشوف الجماعة ما عرفوا يغرون اللاعب هو يسراوي لازم يضغطون على جهة اليسرة نعم فتحوا للمجانب نعم 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 عبد الواسع شوف لازم دائما يضغط على الجانب ما نعرف هذا الهدف ليش نلغى لأنه بصراحة أنا شفته هدف صحيح نعم هذا طبعا قبل أن يسجل منتخبنا الوطني الهدف قبل نعم كان ممكن بغير أشياء هذا هسا ما متدخل بهاي صح أوف سايد بس ما متدخل هسا من إذا تمشيل من ارتدت الكرة هو كان متدخل من ارتدت هو كان خلف قبلها كان مستفيد لا لا أثناء عمليتي من ارتدت الكرة هو كان متعرفة باعتبار رجع من حالة أوف سايد دكتور نعم عمليتي الرجوعي اللي خلف نحن نشوف ساعد الحكام شي راح يقول لكنه نعم الفريقنا اليوم يعني حسين علي وأمجد عطوان كانوا أفضل لاعبين موجودين في الشوط الثاني بتميز نعم وستطاعوا أنه يصنعون الأهداف الأربعة أيضا يعني أيمن اليوم قدم نفسه أنه حالة نفسية أنه ترفع الضغط عن المهاجم على العموم أنه الفريقنا قدم مستوى طيب في الشوط الثاني وأيضا هبوط اللياق البدينية بالنسبة للفريق اليمني لكن الفريق اليمني ليس فقير فنيا وإنما عند المؤهلات أنه يجاري أي فريق سوى أنه يخبوط اللياق البدنية في الشوط الثاني سوى الفارق بين الفريقين نعم هذا ما أتحدث عنه إنصافا لمشاركة المنتخب اليمني حقيقة في هذه النسخة من بطولة خليجي 25 قدم نفسه على أنه منتخب واعد يعني رغم الخسارات الثلاث التي تعرض إلها أمام السعودية وعمان والعراق اليوم بخماسية لكن المنتخب اليمني بأفراده بعناصة بروحه أنا أعتقد يستحق أن نرفع له القبعة ويستحق التقدير يستحق الاحترام على هذه الجرأة غير المحوودة يعني الفريق اليمني في المباراة ضد عمان وضد العراق قدم مستويات عالية خصة في المباراة اليوم إلى الدقيق 65 هو كان إيجار الفريق العراقي وبدأت الشوط الثاني يسجل هدفين الغيت أعتقد هذا الغاء الهدفين أحبط من معنويات الفريق وأيضا بتسجيل هدف الثاني الفريق العراقي يعني تقريبا قضاء على أمال الفريق اليمني لكنهم كمستوى فني كانوا مستوى جيد جداً مع أصحاب مهارات عالية لاعبين مميزين لاعبين يعني يستطيعون يطبقون أي تكتيك يختار المدرب لنقول أن الفريق اليمني فريق إذا ما تدرب بصورة جيدة أو إذا ما تدرب بصورة جيدة سيكون إلى شأن بالمستقبل